حث الرئيس الفلبيني فريدناد ماركوس جينيور على توطيق العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين وذلك خلال زيارة له إلى بيكين تهدف لتجاوز نزاعات إقليمية في بحر الصين الجنوبي وفي إشارة إلى النزاع الإقليمي بين البلدين في بحر الصين الجنوبي قال ماركوس جينيور إن البلدين يسعيان لحل هذه القضايا لتحقيق المنفعة المتبادلة وأوضحت الخارجية الفلبينية أن هذه الاتفاقيات تمثل تعاونا في مجموعة واسعة من المجالات منها التجارة والاستثمار والزراعة والطق المتجددة والبنية التحتية والتعاون الإنمائي والتعاون الأمني البحري وبهذه الزيارة يصبح الرئيس الفلبيني أول رئيس دولة أجنبي تصديفه الصين في عام 2023 كما تعد هذه الزيارة الأولى له للصين كرئيس وأول زيارة رسمية له إلى دولة خارج رابط الدول جنوب شرق آسيا ترجمة نانسي قنقر